شروط جديدة لممارس نشاط تصنيع السيارات بالنسبة إدماج تخضع لضوابط حقيقية تعطي أهمية كبيرة لقطاع المناولة الجزائرية تأطير جديد للجانب القانوني وحتى الجبائي ضمانا للشفافية والسير السليم للمشروع عملية الآن تخضع إلى ضوابط واضحة على الأقل وتذهب إلى تصديم اندماج حقيقي وليس اندماج مزيد كما كان عليه الحال من قبل إذن من ناحية التقنية الأمور أكثر وضوح وتصب في مصلحة البلد لذلك إذا أضفنا إليها التصحيحات التي أحدثت على المنظومة الجبائية والجمركية فيمكن أن نقول بأن المنظومة الحالية تمكن إلى حد كبير جدا من تصحيح كل الخلل الذي تم تسجيله في الإطار القانوني السابق إرساء قاعدة صحيحة لصناعة السيارات قد يفتح الباب أمام الشركة العالمية للاستثمار بالجزائر لتصبح بذلك بوابة للأسواق الأفريقية مشروع سيفتح للبلاد يافقاً اقتصادية جديدة خلافاً عن الريعي البتروني أهم على المتعاملين الاقتصاديين كما على الدولة أن تجعل من التوجه إلى الجزائر أو وجهة الجزائر وجهة تستقطب أنظار المستثمرين بسفة عامة ولما لا مستثمرين في مجال الصناعة صناعة السيارات لأن السوق المغاربي والسوق الإفريقي يمكن أن يشكل أمر مهم يؤدي ببعض الشركات العالمية على أن تنظر الجزائر كوجهة وتقوم بضبط مشروع حقيقي مشروع استثماري يجعل من الجزائر بلد منتج للسيارات بنسبة اندماج محترم تصنيع سيارة جزائرية بنسبة اندماج لا تقل عن 50% في غضون 5 سنوات سيكون عاملاً في تدوير عجلة الاقتصاد من ناحية المؤسسة الناشئة والعاملة في المناولة أو حتى على الاقتصاد الوطني شريطة إيجاد متعاملين اقتصاديين حقيقيين